السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم امتبعي القرآن ومتابعي القناة من الآخر الخلاصة لأول مرة تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو ومتبعي الاشتراك واسمسكراي بعمل لايك الفيديو فعل زر الجرس لأصل لك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى امتبعي القرآن معكم محمد نور الدين خلنا نتكلم عن نتائج مباريات الدور الرابع أو دور ال32 من كأس الاتحاد الإنجليزي وترتيب الهدفين وطبعا الفرق المتأهلة لدور الستاشر بعد مباريات اليوم على الأحد 24 و1 2021 وأهم مبارة طبعا خروج ليفربول أمام منشستر يونيتد على ملعب الأولد ترافرت الخاص بنادي منشستر يونيتد 3-2 متبعي الكرام دور الاربعة أو دور ال32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بدأ الجمعة 22 و1 2021 مفوز وولف رامبتون على تشورلي 1-0 وسعود وولف رامبتون إلى دور الستاشر يوم السبت 23-1-2021 أرسنل انهزمت أمام ساوس هامبتون وخرجت من كأس الاتحاد الإنجليزي وساوس هامبتون صعدت إلى دور الستاشر بريستول سيتي فاز على ميلول 3-0 بارنسلي فاز على نورتش سيتي 1-0 سوانزي سيتي فاز على نوتنغهام فورست 5-1 شفال دونايتد فاز على بليموس أراجيل 2-1 وبريتون فاز على بلاك بول 2-1 ووستهام يونيتد اكتسح دونكاستر روفرز 4-0 وانشستر سيتي فاز على تشيلتنهام تاون 3-1 اليوم الأحد 24-1-2021 شيلتس قدر يفوز على لوتون تاون 3-1 أحرز دفت شيلتسي تام إبراهام في الديئة 11 وفي الديئة 17 وهاتريك في الديئة 74 أما هدف لوتون تاون عن طريق جوردان كلارك في الدقيقة 30 شيلتس طبعا بهذا الفوز يعاوض الخسره في الدوري والكم بيحصل في الدورة طبعا من سلسلة التعدلات وسلسلة الهزائم وبالتالي كده يقدر يصعد إلى دور الستاشر من كأس الاتحاد الإنجليزي وليستر سيتي فاز على برينتفورد 3-1 أحرز دفت لستر سيتي جنغيز أوندير في الديئة 46 ويوري تيليمانس من ضرب الجزائي في الديئة 51 وماديسون في الديئة 71 هدف برينتفورد عن طريق بيتش سورينسون سورينسين في الديئة الستة ويصعد لستر سيتي إلى دور الستاشر مع تشيلسي وساوس هامتون برنالي فاز على فولهام 3-0 ومباراة منشستر رونيتد أمام ليفربول أنا مش عارف هو قلة العناصر اللي موجودة في الدفاع ليفربول هو السبب ولا قصرة العناصر الهجومية اللي موجودة عند منشستر رونيتد لو قلت لك إن بول بوك ما شاء الله كان بلعب نارده كويس راشفورد برون فرناندز لما نزل في الديئة 60 أو في الديئة 66 زي ما باين قدامنا كده وعندك طبعا إدينسون كافاني كان أجاله أكثر من كرة وفي منها اللي جات في العرضة وفي منها اللي صدها أليسون إلى جانب مش عايز أنسى حد يعني فيه لاعبة كتير في منشستر رونيتد ما شاء الله يعني كان بلعب كويس جدا طبعا ماسون غرنود اللي أحرز هدف الديئة 26 راشفورد في الديئة 48 وكان اسمه إيه اللاعب برضو ومارسيال لما نزل برضو اللاعب كويس يعني كان فيه عناصر هجومية كتير جدا من جانب منشستر رونيتد كل كرة كان بتتلعب من جانب ليفربول كان بتتعتمد أو الهدفين اللي جمعا طريق محمد صلاح اعتمدوا بشكل أساسي على الخطأ خطأ بين التفاهم بين دفاعات منشستر رونيتد ده خطأ بس يعني الهدفين جمعا طريق خطأ إنما غير كده ما كانش فيه أي حاجة خالص خطورة من ليفربول خطورة كلها كانت منشستر رونيتد سواء كانت في الهجم المرتدة أو في الهجوم في حد ذاته الحمد لله على كل حال يكشي بس الموضوع يخلص بسرعة من جانب ليفربول لأن دلوقتي هزيمة وقبل كده كانت تعادل سلبي على ملعب الأنفلد وخسارة من بيرنالي على ملعب الأنفلد أيضا سلسلة عدم الهزيمة أبدا من مدة 62 مباراة خلاص انكسرت أمام بيرنالي في المباراة اللي فاتت قدر له ما شاء فعل خرج ليفربول طبعا كده من دور الـ 32 من جاس الاتحاد الإنجليزي وساعد مانشستر رونيتد إلى دور الـ 16 أحرز هدف مانشستر رونيتد وهيسون غرنود في الديئة 26 وراشفرد يحرز الهدف الثاني في الديئة 48 وابرانو فرنانديز من كرة سابتة جميلة جدا بصراحة يحرز الهدف الثالث في الديئة 78 عندنا ليفربول أحرز الهدف طبعا نجمل مصر محمد سلاح في الديئة 18 وفي الديئة 58 والاتنين من خطأ دفاعي من جانب مانشستر رونيتد وخصوصا الهدف الأول متبعين الكرام ايفرتون قدر يفوز على شفيلد وينس داي 3-0 يسعد إلى دور الـ 16 أيضا احرز الهدف كالفرت في ديئة 29 وريلشارد لسون في ديئة 59 وابر يمينة في الديئة 62 بكر بإذن الله عندنا مبارات توتنهام ويوم الثلاثات عندنا بوردموس أمام كراولي وينتهي الدور الرابع بعد كده نتكلم ونعمل فيديو عن مواعيد مباريات الدور الخامس أو دور الـ 16 متبعين الكرام خلنا نشوف ترتيب الهدفين كده بما نقفل الفيديو في صدارة الهدفين بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباريات اليوم ألفي معي لعبة شلتنهام تاون طبع خلاص ده خلاص مركز الأول بأربع عداف وخلاص خرق خلاص مركز أول أيضا غاري مديون مدين لعب لاكبول بأربع عداف وده برضو خرق نيجي بقى للمركز الثاني الموجود كارلوس فينيسيوس لعب توتنهام في المركز الثاني بثلاثة أداف حاترك تامي إبراهام اليوم في المركز الثاني لعب تشيلسي بثلاثة أداف طبعا محمد صلاح خلاص خرج في المركز الثاني لعب ليفربول بثلاثة أداف وخرج بسبب هزيمة ليفربول ده خرج واعتقد كل اللاعبة دي خرجت المعادة في الفودم في المركز الثالث بهدفين لعب مانشستر سيتي ده لسه موجود بس جدا خلاص متماعي الكرام كان معكم محمد نور ديمين قناة من آخر خلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس اذا املاك الفيديو نراكم في فيديو اخر بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته